لكن نقول بشكل عام التعادل يعني كان عطفاً على المباراة الشباب هو كسبان بالتعادل لها الخسارة بالتعادل خسران بالتعادل لأنه أضع ضرب الجزاء ثانياً الشباب ما كان في يومه اليوم كم مباراة يكمل الشباب قدام هلال مفهس 15 مباراة 15 مباراة أمام الهلال مفهس بهالشعور مع المدرب ما كان يدري بهالشعور اللي يعني يلقى بضلال على الفريق واضح حتى بانيقة بعدين عود الشباب عود نفس خطة الموصل الماضي بانيقة هو الكل كل الحين عنده كفض المحور اللي سجل هدف المباراة اللي راحت والشباب غاب ما فيه إلا بانيقة وبانيقة على سوءه هو البارز لأن كل الكور تعطى البانيقة عادت شخصية الشباب اللي ما يراح جيب له بطولة أبداً يجب للشباب يستثمر هالعناصر اللي عنده كان قبل بانيقة يقدم كورة جميلة ويوصل مرة من طلقة مختلفة الآن شاهد ظهر حمل وديع أمام الهلال والهلال ما نبغى نعذره لكن النقص اللي عنده خطير جداً وبعض العناصر هابط مستواها ولا زال المعيوف ينقذ الفريق من أهداف يعني في أوقات معينة عموماً التعادل خسارة للهلال ولا زال الدوري طويل لكننا نتكلم عن نظرات وعن ظروفها شكراً للمشاهدة